من أربيل مباشرة ينضم إلينا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبدالسلام برواري أهلا بك سيد عبدالسلام معنا في هذه النشرة هناك تقارب كردي يبشر بانتهاء الأزمة بين الاتحاد والديمقراطي إلى أي مدى يمكن أن يعكس ذلك على الانسداد السياسي في بغداد تفضل نعم تحية لكم تحية للأخوات والإخوة والمشاهدين والمشاهدات في الحقيقة الموضوع إلى بعدين البعد الأول هو أن الكردستان نفسها داخليا تعاني مجموعة من المشاكل وهناك ضرورة التنسيق بين أكبر حزبين كانت هناك مناوشات مع الأسف غير جيدة على شبكات التواصل ومسائل الإعلام خلقت قلقا لدى الجماهير والحزبان يتقاسمان إدارة هذا الأقليم وهناك تحديات كبيرة تواجه الأقليم داخلياً أقليمياً اقتصادياً هذا هو المحور الرئيسي لمبادرة الرئيس نيسجرون بارزاني حتى ملتقى الاتحاد الوطني الذي أشار إليه تقريركم هو في الحقيقة يشبه الكونفرنس الحزبي والمؤتمر الحزبي يعني هو يعالج مشاكل الداخلية أكثر الأخوة في الاتحاد الوطني يؤكدون على أن جوهر أو إحدى النقاط الرئيسية لمحاولات تقريب وجهات النظر الكردية ومنصب رئيس الجمهورية أنا شخصياً وهذا رأي شخصي قبلوا علي يعني رأي شخصي لا يعبر عن رأي الحزب أنا شخصياً أرى بالعكس يعني ليس هناك أي أمل في التوصل إلى أي اتفاق مع الاتحاد الوطني الاتحاد الوطني عندما يتحدث عن ضرورة الاتفاق على صيغة يعني قبول الآخرين بمرشحي برهم صالح ونفس المنطقة الذي نراه عند الإطار عندما يدعو إلى الحوار واللقاءات في الحقيقة هو يدعو إلى الأخذ برؤيته يعني تكوين الكتلة الكبرى آخر نقطة يعني ما ينشر كخلاف كردي كردي والأمل الذي يعني يبث بأنه إذا توصل الكرد إلى اتفاق حول منصب رئيس الجمهورية سيحل عقدة الانسداد السياسي هذا أيضاً حقيقة مصحيح الانسداد السياسي ليس على الرئيس الجمهورية الانسداد السياسي هو بسبب منع رئيس الجمهورية أن ينتخب لك لا يكلف الكتلة الكبرى التي هي ليست الإطار اليوم محكمة الاتحادية أعطت لا للإطار فقط بل أعطت لكل 110 عضو في مجلس نواب العراقي أن يعطلوا العملية السياسية برمتها إذا تمكن الإطار من أن يجمع 166 نائب سوى أن كان الكرد لديهم مرشحين أو أربعة أو خمسة لا يهم لأنهم من مصلحتهم عندها مهما كان هوية رئيس الجمهورية تم انتخابه لكي يكون بتكليف مرشحهم هذا هو جوهر الموضوع حتى أنا أأمل طبعا أن يتم الاتفاق إلى الصيغة ولكن لماذا الاتفاق على الصيغة أنا لا أفهم الدستور يسمح لكل عراقي بأن يرشح نفسه هناك 33 مرشح في 2018 خفنا تجربة المنافذة ليذهب مرشحان أو 3 وليصوت عظام مجلس النواب على الذي يروحه أفضل لرئاس الجمهورية أنا أسميت نتيجة طبيعية للتعددية العزبية هذه ليست مشكلة أصلا هذا فيما يخص رأيك بموضوع رئيس الجمهورية لكن الموضوع أيضا عن الحراك الجديد هل سينضم لهذا التقارب خصوصا أن الحراك رفض اللقاءات في السليمانية لكنه أرسل ممثلة عنه عندما عقيد اللقاء الثاني بحضور بلاس خارت يعني أولا ما أحترام الشديد لبلاس خارت أعتقد هذا الذي قامت به لا شغلها ولا يأثر ولا يربط ولا يجيب ولا يقدم يعني الأحزاب الكردية مو الوليدة الأمس هي أحزاب عندها خبرة عندها تجارب الكلام العام اللي حجتها هي بالاجتماع مو جديد علينا ويعني حركة الجيل الجديد ما جاية لكي تشارك بالعملية السياسية هي جاية لكي مجرد تستغل العواطف الناس وبشعارات شعبوية لذلك حتى على مستوى العراق أيضا هم سلبيون أكثر ما هم إيجابيون لا يرتجع منهم خير أنا أعتقد كأي حركة فبولستية دورة أخرى أو دورتين انتخابية ستريني يخدفون عن من الوجود طيب اليوم يجري الحديث عن مبادرة داخلية كردية يقودها السيد نجرفان برازاني وعن مبادرة أخرى شاملة لجميع القوى السياسية يحضر فيها السيد مسعود برازاني كيف يستعد قادة الديمقراطي لتحفيز القوى السياسية على إنهاء الانسداد سواء كان في بغداد أو في كردستان في كردستان عملية سهلة جدا أنا أعتقد لأنه ما عندنا مشاكل جذرية إحنا والاتحاد الوطني وحركة التغيير مشتركون في السلطة مع ممثلين عن التركمان وعن الآشوريين الاتحاد الوطني الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد أعلنوا بعد انتهاء الانتخابات الماضية أنهم لن يشاركوا بالسلطة والحركة الجماعة الإسلامية التي تسمينا في سرقان جماعة العدالة فقدت تقريبا معظم كراسيها لذلك ليست هناك مشكلة رئيسية لكن هناك مسائل طبعا تعرفين انتخابات كردستان جديدة وشيئا فشيئا تدهرت لنقول لغة التخاطب هذه المبادرة الكل كانوا ينتظروها لذلك تم الترحيب بها وكأن الكل كان ينتظر أن يقوم شخص بجمعهم لذلك أنا أعتقد من السهل أن نوصل إلى اتفاق الاتفاق هو يعني كما ظهر في البيانة المشترك للحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني قبل يومين ثلاثة يعني النقاط الرئيسية هو دعم حكومة تقليم كردستان التعاون على التوصل إلى الصيغة بالتفاهم حول الاتخابات المقبلة والعمل على أن نقوم بخطوات مشتركة أو نتفق على نقاط مشتركة على قلب تخدم الناس أو التي تواجهت تحديات أما بالنسبة للعراق أنا أعتقد جرى الحديث أليا سابقا كثيرا عن المبادرة البرزاني المبادرة البرزاني والاهتمام بها تعني أن الناس تنتظر من الرجل شيئا لأنه قدرى الوزارات السابقة أيضا كانت العقد السياسية التي تستمر أشهر تحل على يدها ولا أقولك بصراحة يعني أي مبادرة لكي تنجح يجب أن يلمس الرئيس البرزاني أو أي شخص يقدم مبادرة يجب أن يلمس استعداد لدى طرفين نزاع بأن أقبل بنقطة منك وتنازل عن نقطة وأنت تقبليني بنقطة نقطتين وتنازلني عن نقطة نقطتين هذا لا نلمسه لا لدى الإطار ولا لدى التعيال بالأسف الشديد لذلك يعني أنا شخصيا لو طلب مني أقدم مبادرة لن أجرع على تقديم مبادرة إذا أعرف سلفا بأن الطرفين ليس مستعدين لأن تزحزح عن مواقعهما هذا هو الإشكال الكبير يعني الكرة في ملعب الطرفين الحزب الديمقراطي الكردستاني في اجتماع القيادي الأخير قبل أسبوعين قرر أن يرسل وفد إلى بغداد ويبدأ لقاءات مكثفة مع كافة القوى السياسية وبالتأكيد عند رؤية وعند رسالة من البرزاني إذا جاءت الوفود إلى أربيل وجاءت بمؤشرات تبشر بإمكانية التوصل إلى نقاط مشتركة والالتقاء في وسط الطريق أنا أعتقد البرزاني لن يضغر جهدا وهو الرجل أثبت في أكثر من مرة بصدد الاحترام الذي كنا له الجميع العلاقات الطويلة التي ترجع إلى 30-40 سنة مع كافة القيادات العراقية هذا كله ينطي أرضية لنجاح أي مبادرة ولكن يجب الطرفين أيضا أن يكونوا المستعدون أن يتحركوا من مواقعهم الجامدة